موسيقى مساء الخير راح نحكي بهذا الفيديو كيف انا ممكن ضيف رقم ارضي او موبايل على البلاك لست اللي موجودة على البي بي اكس شو يعني البلاك لست البلاك لست هي مجموعة من ارقام اللي انا لما ضيف الرقم عليها معنات انا بمنع الاتصال على هذا الرقم او بمنع استقبال المكالمات من هذا الرقم فرضا اليوم انا مركب البي بي اكس وفي رقم عم يزعجني عم يتصل فيه كتير وانا بدي امنع هذا الرقم بدل ما انا اروح على شركة الاتصالات و قالهم مساء احجبولي هذا الرقم لانا فيه امنع انا من البي بي اكس من عندي او العكس صحيح اذا انا عندي احد الخطوط الارضية رقم ما بدي حدا يتصل عليه او مسلا رقم دولي او اي رقم فانا بضيفه على البلاك لست عندي راح نشوف هاي الطريقة هلا كيف راح نفتحها البروزر طبعا وعدين ندخل الائبي البدالي اللي هو 192.168.1.150 بحالة هون ندخل اليوزر نيم ادمن والباسوود xontel الديفولت راح نروح على التاب البي بي اكس نروح على ادفانس ستنج بلاك لست متما نشايفين هون اد بلاك لست تمام راح احط انا الرقم هون اللي مسلا انا بدي امنع الاتصال عليه فور اكسامبل راح امنع الاتصال على 102 او هذا رقم ارضي معين او مسلا فور اكسامبل اي رقم 66332288 هو رقم موبايل داخل الكويت وهون انا بحدد التيب انه هل بدي امنعه اني استقبل من هذا الرقم اي مكانم تجيين هالرقم البدالي بتبعات الوبيزي او اوتباوند انه انا اتصل على هذا الرقم امنع ان انا اتصل على هذا الرقم او فيه اختار اثنين يعني الاستقبال والارسال من هذا الرقم راح يتم حجبه انا هون راح اختار مثلا امباوند راح اعمل سيف امباوند راح امباوند المناقبة امباوند راح اتصل عليه على احد الخطوط الأرضيه او احد الخطوط الموجودين داخل كثيرا الابدالي بتبعاته بيزي وما بتخلي المكانم يتصال للاستقبل رح نضيف رقم ثاني مثلا 3,4,5 For example Outbound Save Apply Change هيك أي extension موجود عندي بحاول يتصل بهذا الرقم عن طريقة الخطوط الأرضية الموجودة عندي أو عن طريق أي trunks موجود عندي رح تعطيه البدالي Busy وما رح يدار يتصل بهذا الرقم وهيك بيكون شرحنا بهذا الفيديو كيف أنا ممكن أعمل Add لرقم على البلاك لست اللي عندي بالPBX طبعا فيه أعمل أنا Delete إذا أنا بدي أرجع اسمح الاتصال عليه أو أعمل Delete مثلا للريكورد اللي هو أول واحد عملنا من شان أنا هيك صير فيه يستقبل ورسل على جميع الأرقام بدون ما يكون فيه ريكورد بالبلاك لست وشكرا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة